مبارحة من ولت البارح نقلنا لي سامي عبو بتشرفنا اليوم في السوديو في يوم سعيد شلا يومك سعيد يومك سعيد وسباح خير الجبية على المسلمين ورمضانكم مبروك لهنا قول هيركم مبروك حتى عندي برشة مجيدكمش ولا مجيدنا شفورة لا مش مجيدكمش انتو مبذيت اننا عندي برشة بعيدة على وسائل العلم علش هكيك ما شوف من اللي قربت اللي رئيسة الجمهورية وليت بعيد على وسائل العلم قربت رئيسة قربت من السيد رئيسة الجمهوري من قصر قرتش لا 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 قريبة ومنش قريبة معنا قريبة في التواجهات قريبة في الفلسفة اللي يحمل فاها التونس أما منش قريبة على مستوى الفاعلي على مستوى اللقاءات كما يتصور برشة الناس لا بالعكس يعني انا وحنا شخصيا اخر اللقاء كان معنا ومجموعة من النواب كما يتصور بك ومنش قريبة صدعك مرة واحدة وقتك اخر مرة احنا مجموع من النواب اخر مرة انا مجموع من النواب اخر لقاء عندي جولايوغ حتى كونتاكت ما عندي فقط ما هنيتوش برمضان ما تكلمش مع متاليفو ما ننهنيش انا في المرة ما كش في الحي حزام اللي حاول سيد رئيس الجمهوري نفل حزام وننهني في الاعياد وننهني في الاعياد وننهني في شغل عيدك مبروك كان الأمي وراجدي وصغالي حبيبي بعلاقاتي الخاصة سياسيا كيتواتي هكا فرصة لهنا ننس كول كيف كيف ننهني ونعايد عن نس كول الحاجة عادة سامي عبدو نس السؤال واضح فما حزام حاول رئيس الحكوم موجود في مأس نواة بشع وسادة والحزام فما حزام يقول حاول سيد رئيس الجمهوري هل انتي ترفي هذا الحزام وحزبك يفرق بين حزام وبين وسادة يفرق يفرق حزام ولا وسادة يفرق الوسادة هانا تونس راقدت من الجهة سلمشيشة تونس راقدت قالك عندي وسادة او مر سمعتها ويسادة من عنده تونس راقدت فعلا والمجلس راقد فعلا المجلس غايب ما عاش يقوم بدوره احنا عنا دعوة احنا عنا في النظام الداخلي للمجلس عنا في كل مرة في الشهر عنا حوار مع الحكومة ما يجينيش عنا نظم ثمانية شهور تسعة شهور ما يتعاين حتى مرة ما طبقنا نظام الداخلي حتى كي نظمنا ونسقنا وعملنا مجهودات بش نتصل بش نجيبوه بش نجيبوه في حوار بتاعه في الأزمة بتاع البلد كيفاش وشنوه الدور الرقابي متاع النواب إليز مويت ميرس قالونا خلونا خلونا في نص أبا اختيغ نصف أفريل أبا اختيغ نصف أفريل احنا لجي مكونوا ديسبونيبل جمعة لخي برمجنا لنهار جمعة هذية اخر شهر كي ما يقول نظام الداخلي بشي جينا ما مجانيش مجيونيش رفضوا من ناحية من ناحية أخرى الوزراء ولا رئيس الحكومة كيف نلقاه في بعض الاستدعاءات يقول المواطن التونسي وراهم إن كما استدعاء سيد وزير الدفاع هذيك غالط هذيك ساقط لا هذيك استدعاء شكله مضمونا ساقط سقوط سقوط أخلاقي سمعني حاشم إني أسمع السقوط لما تجي للقانون وتخرقوا بوقاحة لما تجي للدستور وتخرقوا في وضح النهار الدستور يقول لك القضاء مستقل لا سلطان عليه إلى القانون الدستور يقول السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية دائما سلطات كل منهم مستقلة عن الآخر ثم علاقات متاعها كرقابات اللي منظمة بالدستور مش هذي وقتها مش نتحطوا فيه ماذا فيها الدعوة؟ فيها علاقة بملف رشد الإخيان فيها دعوة إلى وزير الدفاع ندعوه للإستماع ليه في لجنة فيها علاقة بملف متصل به القضاء وملف سياسي معتها يمس شخصية سياسية أو شخصية من مجلس النواب يعني حقيقة وقاحة وسقوط نعود نقول لك وضرب للدستور اللي يك المجلس هذيك أبيده ساعدك عليه أو على الأقل فك القبه هذيك أنت عضوه في مكتب المجلس عليش ما قلتش لا متعدش على مكتب المجلس كيفيش تعاملتها؟ هي دعوات تتم عند اللجنة تم أي لجنة تعمل إستماعات تقوم بدعوة أحد الأطراف المتعلق بها القانون مباشرة تدعو اللجنة متعدش مكتب المجلس متعدش مكتب المجلس دعوة إستماعات تدعو ثم الرئيس يؤشر الرئيس البرلمان هو من يؤشر على تلك الدعوة تتواجه الدعوة للوزراء سواء كان فيها علاقة بمشروع قانون أو مقتلح قانون إلى خيري أو فيها علاقة مثلاً علاقة بمسألة ما مثلاً أنت لجتشريع العام يمكنها أنا على وضعية السجون ما عزبش قانون يحكي على السجون لكن يحب نحكيه على السجون خطي يدخل في مهام في صراحية لجتشريع العام ممكن أنه ممكن أنه يتم دعوة وزيرت العدل في إطار اللجنة هذه للتطرق والحديث حول وضعية السجون أما الملف هذه في مجمله ما نمشيوش الشخص معين وخاصة أن يكون مثل أمام القضاء وخاصة أن يكون الخلفية متاعه كانت سياسية السياسية السياسية القذرة القذارة متاع سمحني في الكلمة السباح بالحق سمعت ومشيوش السياسية سمعت النهضة تهجم على خرص كانت نهضة يقوم به ماذا يحب تستحق براشوك ما نعرفش ينجم يكون مقابل ميدي ومقابل سياسي ينجم يكون مقابل ملفات ما نعرف شو المقابل اللي يعمل فيه أما الثابت والأكيد أنه مكلف بمهمة هو براشوك بغميني براشوك اللي عنا في البرنامال ويبعث بهذا كله تسيبه ويتهجم على رئيس جمهورية ومش رئيس جمهور الدولة وملاحظت عدد منه وملاحظت كنت معه في تونس، أنت شلقتنا معها، بين الأمم، أنت حطيتنا في صورة مخجلة، ولا واحد يصدقها في تونس، ولا عاقل يصدق، حديثك هذي، أما شوف تحكي، ما شوف يحكي علينا الغير، هذا ما يستعملوه ويجيبوه للجنة، نحن نستعملوه، ونحن في اللجنة نجيبوه للوزير بش نكلمو عليه خاطر والدناتبس، نرجع لك شوية، نحن قد كثم سقوط أخلاقي وسقوط مدوي، سويا خانوني أو أخلاقي أو سياسي، نرجع شوية، جوابتني على نصف الكاس، وخليتني نصف الآخر فارغ، نحبوا يتعبى الكاس كامل، قلنا جوابتني على هشام مشيشي ووسادة حاوله، ورئيس الجمهورية، شنو اللي حاولوا الآن؟ هل هي كتلة أو كتل تشكل حزام حول سيد رئيس الجمهورية؟ الموضوع عادي جيبش كون من رئيس الجمهورية، بحق حاطب، لا، لأني ملقومة رئيس الجمهورية، لا، انتي كتلة ديمقراطية، نحن نسأني كنابة، وكنابة، نحن نشعر بمواقفك الآن، كأنك في حزام حول سيد رئيس الجمهورية، انتي سامي عبواسيد، أنا مع التوجه رئيس الجمهورية، قل لي فاش، قل لي شنو، حقيقة ثانية لا تعرف فايقة لا تعرفش اللي اليوم السلطة تحت الدولة التونسية السلطة اوتارش رهينة عند عصابات فهمين اليوم السلطة في الدولة تخدم مشكون تخدم في المواطن التونسي بالبسيط مثل الدولة التونسية والمواطن التونسي والمصلحة الدولة العليا هي أولوية الأولويات ومصلحة المواطن هي مسعى كل سياسي وكل السر وكل حرف وكل قرار يتخذ ويتكتب القضاء على ذمة شكون على ذمة إقامة العدالة بين شكون بين المواطنين كيفاش بالمساوات نمشي معك الأمن شنوه الأمن الجمهوري يخدم الدولة ويحمي ويحميها من كل والجرائم إلى خير هذا كل مؤسسة الدولة اليوم هذا كل مؤسسة الدولة وقرار الدولة عند شكون سمحني في الكلمة عند مافيا وعند عصابات شهد البلاد أنت اليوم عندك محكمة المحاسبات خرجت لك تقرير يوجين وبشدة بما لا يدعو مجال الشك يوجين أحزاب دخلت للبرلمان وموجودة اليوم وتمثل الشعب التونسي وما أداك من الشعب التونسي بيش بتعبيذ أموال بالتحايل بشراء الضمام يعني اليوم عندك أحزاب فاقدة للمشروعية وفاقدة للشرعية وموجودة في البرلمان وتخطي قرارات لحزاب دخلت في تقارير خاتيرة مهمة جدا لم تحكمتش إلى حد لها تقارير محكمة المحاسبات ولا ها دفاع وانت حضرتك أستاذة وانت تعرفها جيدا وانا عندها حق الدفاع حق الدفاع بعد ما كمل من هذا تحكي في جراء خاتيرة وخاتيرة جدا هذه الأولى نتيجة متاعينا عندي اليوم عند الجماعة دخلوا للبرلمان دخلوا بطريقة ديمقاطية مهم الجيمقاطيين دخلوا بطريقة متحيلة هم عندهم حاجة ليس متاحهم أكثر من هدايا الفلوس اللي هما توفرت لهم سواء كان بتبيض أموال من يجيتهم عند لوبييات في الداخل تدفع وتموّل تلك الأحزاب دخلوا بشوصلوا للبوفوار ويوصلوا هما للسلطة ويخدموا كالأحزاب المقابل متاحهم يرجعوا لهم قرارات خدمات وإلاخينا انتهاء هنا في قانون المالية التكميلية في 2020 ما يجبونيش قانون الفصل الأربعة في قانون المالية ما يجبونيش تعالع العفو في جهال العفو الجبائي الانيس الدولة التونسية اليوم كشفتها الكوفيد معنا عريانين تصورانا سمحني خزينتنا 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 فارغة انت مو عندك مليارات وإلاف المليارات إلاف المليارات جوديبيان تهرب ضريبي تعملوا فصل بش تسمحهم عنا نوين في البرنامات تهرب ضريبيان تحلفتوا معهم حكمتوا مع بعضكم ما عندي حتى مشكلة ما عندي حتى مشكلة منهارت اللي اختلفت حاتم 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 ليلة مش هك ذيها بذيتها ذيها انا راقى بسيطة جدا نراولين يسيدش حتى بسيطة يقول هالمواطن العادية احنا نقولوها انا مش عتيالك اول حاسا خلن تفقد ساع اللي سلطة ذيها عند قمشة عصابة تحكو في البلاد مهيش عند الدولة مش عند المواطنين شكون العصابة لحزيب قتلي هذو أحزيب مافيا ولوبييت اقتصاد اللي هوا محتكرين البلاد انا شكونة ملوبييت تخاف انتي انا شانو خاف شهد عندك شهد عندك سيدي حل تقريبا تاع البانكسان تخال احيان تشوف انتي نسبة القروض لشكونة تمشي العاديات اللي مستحوظة عالبنا و الحليب شكون مستحوظة علي انا اه اهし اش كارت ولا ولا وشكونة مستحوظة علي اللحليب والدنيا شكون مستحوظة علي الدجاج والعظيم شكون مستحوظة علي انا نعطيك نعطيك اللي اقتل السوق وقتل المبادرة الحرة وقتل الإبداع وقتل الخلق الثروة إلى خيري هذيك متاع عائلات عندها حماية من عند السلطة السياسية انت اليوم لما نقول لك اتهرب الجبائي بشي عملوا له قانون سيكون في اتار مقابل انه نقول لك جراء مصرف اللي ناس هربت اموال طائلة وللي اليوم عندك اتفاق تعتبادل الحر للمعلومات اللي احنا صدقنا عنيه بشي تدخل حيز تطبيق الالي ابا ختيغ من 2021 معتها الدول اللي مخبية فلوس توانسا مخبين لبرة الدول اللي بالاتفاق متاحة ملزمة في اتار تبادل المعلومات انها تعلم الدولة التونسية وتقول لها رو حاتب اسمنا لالاخوية رو في في البانكة الفلانية في الدولة فلانية رو عنده املك وعنده دار وعنده 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 نعتيك معلومات كل هذي اسمها جراء مصرف وجراء خطير جدا وذي موجبن لعقاب الجزائي والمالي ايضا دوك هذي هذي نعملوله قانون خاطر قريب يتحل البيب هذيه وقريب معانتها يتعمل نعملوله قانون احنا اليوم وصلنا وصلنا معانتها فضائح معانتها قالك مش يسقوا شوفهم كيف يقسموا انتي قايت التقارير او الملف متاع المسألة للقضاء متاع زوز القمة متاع القضاء القمة متاع القضاء برا شوف الملف متاحهم وشوف الفساد اللي موجود اللي هما يقولوا قمة متاع القضاء فما فساد طبعش معانتها معانتها ثمش كون برا يستعمل فيهم انتي يا قاضي عندك ميل عندك ميلف فساد مالي ميلف فساد مالي اوكي انا عوش نسقط عليك كسياسي وكممثل حزام او السلطة نسطر عليك ونحميك اما بشرط حاتم بشي جيك نحبك دخلو للحبس فلان بشي جيك تورط نحبك تخرجو ايان سيد سويت دوك الدولة نحكيو عليها مؤساساتها مرتهنة مرتهنة عند هذو ما عند السياسيين هذو ما اللي للأسف ما هم السياسيين مجرمين مجرمين يجب ان يتحاكموا ويجب ان يتحاسبوا مرتهنة عند دوبيات قادت قادت هي تسنفع بقارة الدولة وكل شي يصب في اتجاه هي دونك اليوم حان الوقت حان الوقت بش تبدأ ورؤيتك واضحة نرجعه في كيفش كنا فارويتك واضحة انتي تولي معا السيد رئيس الجمهورية ضد المافيا سامية عبو اللي تدافع على مدنية الدولة وعلى الحريات وعلى الحقوق وعلى الدنيا الكل وذي اللي عرفناك بها سامية معناها تدعو لإستعمال الفصل الثمانين والعسكر يهبط في البلاد هل هذا معقول معناها انا مش معقول في حاجة الشي مداخل مدنية الدولة في الفصل الثمانين الفصل الثمانين في الدستور ومدينة الدولة هل هي تطبيق الدستور ولا شي آغا للدستور معادها إينا مدنية على المخاف أولوج الدستور أما القراءات متعددة متعددة لا مش قراءات الاشتهادات متعددة أنا ننطلق بالفصل الثمانين ونا ربما نمشي إلى سلطة العسكر ونحن نحضر على المدنية والعسكر نتعننزوها يا نحن نزوها نحن نزوها المواسبة نحكيو على تولس و لمحال صفحاته مع الحفوات الوحيدين الانئة واقعنا واقلي من أجولamen كان هناك رائعة هل نت Civil saying and, if you see, there was investments و الله حلالك كنتم تصوّورهم معاك انه يكون ثابعة على أقلي من أجولة مع الحفوات همهم ظهرة تبقلة عليهم مثلا و كن بريicket في الحفوات ولا أقلي من أجول ما ترتا Grass هذلك علينا هذا الخ specially و خليها المهم شو اللي ساره هو احنا قلنا اليوم انت معاش عندك لا قضاء تستمشيله تأمله تأمله تاخذ حقوقك ولا بخوف انه ولا واحد فيهم ملفاتهم موجودة في القضاء ملفات تطبيق أموال في القضاء ملفات متع ابتزاز في القضاء عديد الملفات الختيرة جدا موجودة في القضاء كانت كلمة القضاء وقوذية عليها في القضاء القضاء هذي مرتهن عند جهة سياسية واحد انتي كنريد مؤخرا لهيكا متى حاجة ياسر ياسر مفضوحة ووقحة كما القرار دي اخذوه معتها جاول للمجلس لهيكا جتل من المجلس عملنا معها حوار صار استدامة بالبحيري ومن معه واللجمي والسلوسي ومن معه استدام حاد فسط البرلمين خطر من الهيئة اللي كانت صريحة وكانت واضحة وقالت بعبارة معتها بدون حتى أدنى 4 شك وقلام قالت لو قنت الزيتونة لو عندها 300 مليون تصرف فيهم تصرف 300 مليون كل شهر دكوردو كل شهر 300 مليون فلوس منافوش مني جيت قناة ملقة على القانون تجهيزات منافوش عليه فيش دخلتها في النوار منافوش في النوار يقوم بلوس تبيض أموال انتي هذية قناة جيت قناة لليح ما تشعرك غادي انت غش سي البحيد شامل هوا ما سابقوا يبحثو يبحثو فيش نوه يبحثو في قرار خذيتو هي كسلطة عندها سلطة ترتيبية عندها سلطة ترتيبية في قناة في إذاعة مالقة على القانون وتجهيزة المعدات تنتيح حجبتها كونترا في النوار ومش ميزة ترخيص بولي مات الهايكا أقل حاجة تعملها تصدر قرار بحجز المعدات هذه وفعلا خذ قرار ونفذته بالقوة العامة وعندها سلطة ترتيبية صبحوا يبحثو قالوا لهم صديقة المعد شكاية هو سعيد الجزيرة مش شكاية القضاء تحرك رو احنا شكينا برشا لهي أشكاية احنا كتيار قدمنا شكايات في الإذاعات محمد عبق بميوخش من الحكومة قدم شكايات جزائية في تمويلات مشبوهة إلى خير متحرك حتى حدا أما في ملف هذائي متع سعيد الجزيرة اللي اشقال يتهم فيهم يتهم فيهم بحاولة القتل والسرقة أمان تفحك ولد أمان بالحق اللي يتقتل كل ما عاش على بيلك والله كل ما في بقعات والله ونصعه في بينا خلق هايتورش بريف حاسي هذو ما تقول لي أنت ما زدت مش تمشي لهم القضاء هذي معاش تمشي لهم الإنسا بيت هذه تخليها ترتع البيت فلست البيت مشيت معاش تما ما ما تسرق فا ياخر قولك بيش تخليهم يرتعوا هكا بيش تخليهم يكتبوا على الأفلسة ني رألك على جنوك سيد رئيس الجمهورية تقول أنت أنا سيدة الجمهورية أنت في تحويل الوزارة جاء قال لهم قال لهم مش تدخلهم لتحطوا فلين والفلتين جاء قال لهم وقت حذرنا في مجلس أمن القوم باعتبار مساعد رئيس مكلف بالعلاقة مع رئيس الجمهورية عيتولك آه عيتولي وقت أدكروك لا وقت أدكروك باعتبارك أنت مساعد رئيس سيدة أمورك أحدهم هناك فعلاقة بالمجلس أنا مستعد واضح ماليناش 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 كالناس كليم حمالين كي شيوب أرنب شكا حيث انهم كانوا يحصلون عن طريق الناس كانوا تقصدين البارارين كانوا يحضرون بخصوص المختلفة كانوا يصبعون الصحيح أكثر منه منذ طريق وزيرات يدون أنحقوا في الموقف اي انت جيب وزير فاسد رابي معاك يا مواتن رابي معاك عندك القضاء تعديت له يجل اموره ودفع على روحه يتلع بليء ربما امورك الدولة يزم زيوه وشبهات فساد خاطر انت باش تأمنه على مصارح عبيت خاطر انت باش تأتي لسلطة البوفواخ باش هو يصدم ويخذ قرارات ويعين ويحط معتا ينجم يحط لك قرارات اللي تزك فيها هاوية لك يزم يكون على الأقل الحد الأدنى من النزايا متوفر او محمول gäller عني نزاه لذان wood moon ji soft قال نبك ayuof excit five five قامو يصاف según بحارة يصاف أ트 قرارات اللي شكونا بركبك يتذكرني اللي مايات رميات يتذكرني او مايات محل لذك كنت36 ماجيني مغلق الفجر اتذكه ماذا نعم جيскогоr és講 Xena 3 اينا كيف نلقى نلقى لاول مرة ياجير الارئيس جمهوريه يقف فيه انظافة هو نلقائه نختلف معها في التصورة للحكم رؤية للحكم نختلفها معها مع سيدة الجمهورية نختلف معها في بعض التفاصيل نختلف معها كيف حكيت معها قتلوا هذا قتلوا قتلوا طالما أنت في التصور هدايا طالما نحن معك طالما أنت ويقفل قتلوا أن نختلفوا معك في هذا جانب تصورك الحكم يعرف نقول عليش شو نقول لنقعد كل مرة أسفر سمحني أنا مش بش نحكي معها على روحي ولا علي حكي واحد دولة نحن الدولة وقفها في نطاق هذا الخلاف حول السلطات دولة مريضة الدولة اليوم وحاتم دولتنا مريضة أرجو أن نقول لك الحار شكون قاعد يخلص المرضى ذايا المواطنة تونسي طوى هك شفت الكورونا جاد من المفروض نجمون يأخذوا إحتنا نأخذوا كيما ببرشة دول حاجة صحي شامل بولنون فادقوش راول بش نوصلوا اللي يقدر الميت الطائح أكثر من أكثر من واقف بش نوصل تختار شكون يموت قبل لولدك ولا أمك بعيد الشر لطف عليك وعليا معانتها بش نوصل وفعية وفعية مخترى برشة ومحزنة برشة معناش ورعنا خزينة الدولة فارغة مليش فارغة تونس مليش فقيرة فارغة خطر سمحني لمجرم هذوم هم في خزيتهم ومعبية هم اللي كونت بتاحهم ومعبية هم عندهم معانتها أرصدة مالية كبيرة أنت اليوم عندك نوى في البرلمين لليوم عنا شكون زوجتهم شت البنما وماش يجي على البنما نيب نيب ومرتو ماش يجي على البنما وهو معتها عنده قضية في شبهة فسد مالي مش قضية قضايا في شبهة فسد مالي ومحمي بالبرلمين ومحمي بالسيد رشد الغنوشي لأنه هو اللي يحكم الفعلي هو الحكم الفعلي يحكم فيش يحكم في كل شي رشد الغنوشي يحكم في كل شي في تونس يحكم في كل شي في تونس في تونس يحكم مش كون يحط هذك عناش خلت عي تونس سيد رئيس الجمهورية خرج العسكر الجيش ويحطها الناس الكل في الحبسة عندك تقارير أنا ما قلتش خرج الجيش وحط في العسكر العبسة يا والدي تم قوانيت أبقها ولاي انتوا من بدوتك ولاي يا خي الدولة القانون اللي يعجبني انتبقوا ولا ما يعجبيش منتبقوش أنا رو منيش نطعو لدى دعو كيبا هوم يسوقوا فيها جباعة القطيع متاع النعضة يسوقوا فيها أدعو إلى انقلاب نحنا وما لا ندعيو الانقلابات انقلابات هذه مش نحنا ويعرفونا مش نحنا وسارت قبل محاولة انقلاب ومن يجمع الانقلابات لا سياسية ولا عسكرية ولا اي انقلاب نحنا نؤمن بالدستور ونهارة الدستور قولوا ما عادش يصلح نجمو نعملو مع الشعب لحمة مع الشعب والتحام بالشعب بش نتقلبو بتغيير الدستور وهذا حقوقنا نهارة ننأيسوا بالدستور هذه ختمهوش قول المنزل نهارة ننأيسوا منه أما طالما الدستور هذه موجود وطالما ينتبقوا فيه نحترموه سننفذ تتكرس. تبتنى Alsino البطريقة وتفتين أعادمه هست Logan. وقال للايا للمحمد عبو لا يزال الملفات لا يزال باب ودخل قصر رئيس الجمهورية عنده هيبته وإحترامه ونوميسه لا يزال رئيس الجمهورية نهزل الملف نظر بالملفات نترحم على التاولة ونضرب عليه نعود لك المشكلة القطيع والأقليب المأجورة لا هي دعوة للإنقلاب ولا دعوة لعسكرة الدولة نحن قلنا له يا أخو يا مو عندك عليهم تحملوا مسؤولياتكم يا أخي سامحني سكسوئلي يا أخي مش يوصف الشهد أعمل إقامة جابريا أخي مش خرج لانه ونهل ونكبر مش عاية تانية وبره وربي معاك وإحنا معاك وشعب معاك طب قانون الطوارئ وقته يا أخي أعملنا إقامة جابريا إخي إقامة جابريا تطلب إنقلاب أحنا كي بن علي يهرب ولا مشي ولا هربوه يا أخي مش الجيش انتشر في البلاد وقعد سنوات يحمل في المنشآت عملنا انتخابات وعملنا إنتخابات مش الجيش هو اللي يؤمن الانتخابات متاعنا وجي قلنها هو مع المحكمات العسكرية أو ليه؟ يعني يعني مع المحكمة العسكرية المحكمة العسكرية نحنا قدمنا قاون مقترحا ونحن نفعله قدمنا من 2018 جينا للكتاب الثاني من مجلة المرافعات والعقوبة العسكرية وجينا خرجنا كل ما هو عنده علاقة نحينا كل ما هو عنده علاقة بالجرائم الجرائم اللي يكون فيها مدني هو المثل أمام المحكمة العسكرية وخلينا الكتاب الأول اللي فيها العسكريين بصفتهم وجينا للبيب الثاني ونقحنا فيه وليقلناه يولي قضاء العسكري مختص فقد كان في العسكرية ما تعداش المشروع مازال راقد سمحني سمحني طول نقول لك برأس اللي ما عداهش علش ما عداهش وقت الدستور ينص عليه ويقول له وجوبا أنك تنقح فصل 110 تنقح قانون المرافعات سمحني حيث مرور مدني شكاً؟ أنه لا عداهش ولا يصوتو على المحكمة الدستورية هم لا عدوش هو معرق له الدولة هو معرق لهم الدستور هو منقلبين على الدستور هو ما يختلفوا الدستور في أهم فصول وأهم أحكام يقول لك عاهم محكمة الدستورية لا يفدلك الدستور لك هو عاليش؟ شكراً لكم لا تحترنته أم انت لكم الأغلبية كنتوا متحالبين نهدى تونس والنهضة متحالبين بمئة وسبعين نيب قتلت من أنه أغاد مجتمع المساعدة. أحترم مجتمع دستوردي. الذي يريدون أن التطور مصرح في الأنتخابات، وإنهار الإجام لغشة، وحصول أن يدفع فبالحالينا. يمكنني عرفته سألعد ذلك، واحدين عضوية دموقع أدوبة. هناك كلمة من الآن، صحيح تأ Milliarden. perché هنالك القسومي، لا تتطور ليسوا لأدعم أنه. حكومة النهضة حكومة اللي صفق فيها كالف الرئيس وكانت فيها استقلالية وكانت فيها رؤية وفاية واضحة أحسن كل ما نحبها وليس نحن نتخلنا مع النهضة شكون خرجنا من الحكم خير النهضة بعد ستشرة لماذا؟ خطمي ساعديش ساعديش تحب تحكم هي تحب تحكم مي وهي وهي النهضة خرجتهم؟ بتبيع النهضة النهضة قلتوص والكلامة بتبيعها تجد عليك الحكاية اللي عملوها أنت حتى كان جد منهم هما جي واحد بغاتس فيه الفسائد من رسول سيسو يقولك والله هذي يا رامنا عافش من يجبتها أماني عايش شوية احترام لبعادنا نحكي على دولة لو لك إنا الكلمة اللي نحب نسمحها في كل ما نمشي ونحب نسمحها وكيف نسمحيش اينا نقولها اللي هي روما عاش قلونا كنتوا معاهم في الحكم هي كنا معاهم ونجمنا عاود نرجعوا بشروطنا وكل فولون مش عندهم خطى دولتنا مش خليوا هيلهم خليوا هيلهم خليوا هيلهم اخبوا فيه هشم مشيش مستحقونش بش قولوه أحنا حكمو فيه هو جي قلونا بل لي حكمو فيه و خليوني نختم القرارات اللي اخذاتها لحكومة البارحة تقييم كليه حزينة جداً انت كتسمع وانت عزوز نصف بن علي اللجنة العلمية والنطقة الرسمية وزيرة العدل بنية ووظيفة عمية ويش تحب بن عشب بن نيكاسكيت حسن بن سليمين تسمع نصف بن علي الوضع خطير وخطير جداً تسمع البرتيلولة معانتك تسمعها تقول له وصنى وصنى تفجعك تفجعك وقالت سويت لهالوضعية هذية ها بش نقول لكم على القرارات وعاتت الكلمة للمكالة اللي نطقة الرسمية نطقة الرسمية تقول يحكي على تحكي على الاخر حتى سنكيم وذيك مزيت بامور تحكي قال تحجل صحي خمسة يين في وثيل تحكي على تلين سبعة يين تحكي على تحكي على المقاهي الداخل ما عادش مقابل مقابل بعض الكلمة تخلنا فيها السيدة نصف بن علي المقابل تحكي على المقابل انسى اممتك فخف وجوه بعثكم هذه كراهي عدوى اينا نطلب اعملوا ديسباط لعباد وعيوهم في الرجوات في التلافذ خطر بالوعي امتعنا نجمون احنا نحميوا ريحنا والدولة تقضى على روحها محاش نشباه حقا قال حق وتعقيم على الكلامك سامية عبو بارح كون في التليفون مع سيدة حسنة بالناس ليمين كانت شعرة بالخطورة الوضع وكنا باش نحكيه والغدوة صدفتها الغدوة في يوم سعيد باش نحكيه في عدة مواضيع طلبت كون الحديث يكون حاول كورونا حاول هذا الوعي والعملية تكون اختيرة جدا حيات ولادنا بناتنا امهاتنا بناتنا حكيات المواطن التونسي في اختار غدوة ضيفتكم مشكون حسنة بن سليمان والحديث خاص بكورونا ابقى معنا صابر عندما تقول لك تقول لك واسع بالك بطريقة